اشتركوا في القناة لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل تيوتا ستيشن جي اكس هار هي الجائزة المقدمة لهذا الشوت نتابع هذه المجريات وننطلق في المراقز الأولى المنطلقة والمتحدية مشاهدين ومتابعين الكرام نتابع الصدارة نتابع المقدمة نتابع صدارة هذا الشوت في هذا الأداء المميز الجميل والمنطلاق والتحدي والإثارة وصدارة هذا الشوت من قبل هنا هدادة من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول زايد بن منصور بن غانم السيف الخياريين تنطلق على المركز الأول رهف في المركز الثاني محمد بن سيل بن عوضان العامري وعلى المركز الثاني في الشهينية خالد بن حسين بن مانع بدواس العجمي المنطلقة على المركز الثالث وفي المركز الرابع تأتي هنا شهرة حمود بن غانم بين علي بن حمود الظاهري المنطلقة على المركز الرابع بينما المركز الخامس تأتي هنا لؤلؤة الريان علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية المنطلقة على المركز الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل مشاهدين ومتابعين القرام خلال هذه المسيرة نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى هدادة المنطلقة على صدارة هذا الشوط المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين شعار هنا صايد الرموز هي تواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الأداء المميز الجميل على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني المركز الثاني رهف لمحمد بن السيل بن حوضان العامري من يأتينا على المركز الثاني في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات لؤلؤة هنا الريان تنطلق العلي بن خالد بن عبدالله العاطية تأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع الشاهينية خالد بن حسين بن مانا أبو دواس العجمي وصلت هنا الشاهينية وصلت الشاهينية حمد بن علي بن عبدالله بن سند المهندي من وصلت بهذه اللحظات على المركز الخامس تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل مع خماسية جميلة في هذا الأداء المميز الجميل هذه هي الأسماء الخمسة المسواجدة وما قل في المراكز الخمسة الأولى أيضا هناك أسامي هناك شعارات هي مصالت وجالت بسجلاتها الحافلة نعود إلى صدارة نعود إلى المقادمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشهوط هنا هدادة هدادة نازالت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة في مقادمة هذا الشهوط وعلى رأس الحربة زايد بن مصور بن غانب مرسيف الخيارين على صدارة وعلى المركز الأول بينما رهف على ثاني المراقز هنا مع بحمد محمد بن السيل بن عوضان العامري من ياتينا على المركز الثاني بينما المركز الثالث القادمة الحذرة هنا حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير على المركز الثالث وفي المركز الرابع لؤلؤة الريان علي بن خالد بن عبدالله العطية ياتينا بلؤلؤة الريان على المركز الرابع المركز الخامس هناك الانطلاق على المركز الخامس هناك الوصول في هذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثار مشاهدين القرام من قبل الضبي خليفة بن علي بن حمد العطية من تأتينا على المركز الخامس بقيادة حسن بن محمد السحاق من يأتينا على المركز الخامس هذه هي النتجة للمراكز الأولى الخمسة المراكز المنطلقة المتحدية في مسيرتنا لشوط الختام ها هي منتصف المسافة لوحة هنا الأربع كيلومترات غادرناها في هذه اللحظات وتبقد أربع كيلومترات أخرى با هنا في التنقيب والبحث عن سيارة هذا الشوط شوط الختام ختامها مشق هو أصنعه هنا لا زالت صدارة هدادة لا زالت هد على صدارة على المقدمة على المركز الأول منهد في صلب المنافسة لانتزاع الفوز وانتزاع الناموس زايد بن منصور بن غانم السيف القيارين المنطلقة على صدارة هذا الشوط وبمعيتها هنا رهف محمد بن الشيل بن عوضان العامري وأيضا كذلك تتواجد الحذرة حمد بن الضعين بن حمد بن غدير لاجتبي ها هي إذن الثلاثية الجميلة المنطلقة في هذا الأداء الجميلة هناك الضبيا قليفة بن علي بن حمد العاطية ثالثا وفي المركز الرابع لؤلؤة الريان علي بن خالد بن عبد الله العاطية تتواجد على المركز الخامس هذه هي الخمسة وبدأت الأسماء بدأت الأسماء تزحف في هذه اللحبات إلى المراكز الخمسة الأولى الأولى ولكن الثلاثية المنفردة نوع ما عن بقية المشاركين بقيادة هداد المسيطرة على المركز الأول وعلى صدار ثلاثة كيلومترات تبقى على نهاية هذا الشوط انقضان الخمسة من الثمانية وهداد لا زالت مسيطرة زايد بن منصور بن غانم الشيف الخيارين المركز الثاني هنا رهف على المركز الثاني لسيد محمد بن الشيل بن عوضان العامري والمركز الثالث الحذرة محمد بن الضعية بن حمد بن غدير لإجتب هنا أيضا من منطلق هذا الأداء الجميل وتحديات جميل يلا يا بش مهندس هنا في هذا الانطلاق بش مهندس هنا أيضا يتواجد المهندس مع أيضا التضمير مع في هذه اللحظات الحذرة هذا الانطلاق المركز الرابع والقادم الضبي الخليف بن علي بن حمد العطية حسن بن محمد السحاق في التضمير المركز الخامس المركز الخامس والقدوم على خامس المراكز من مياسة إحليس بن راشد بن إحليس لا اكتبه هنا من يأتينا بمياسة على المركز الخامس ولكن أرى التسلل وصلت صوغة وصلت صوغة أيضا في هذه اللحظات بأول ندى في هذا الانطراق سالم بن حمد بن دري الفلاحي من انطلق بهذه اللحظات بهذا الأدى المميز الجميل مع صوغة يصغ أحرف النموس نعود إلى صدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل وهدادة هدادة زايد بن مصور بن غانم على السيف الخيارين على المركز الأول على صدارة هذا الشوط الحظرة في المركز الثاني الحظرة في المركز الثاني تتسلل حمد بن ضعي بن حمد بن ودير لإكتبه الرهف على المركز الثالث محمد بن السيل بن عوضان العامري وفي المركز الرابع الضبي خليفة بن عيني بن حمد العطية صوغة قادمة على المركز الخامس لهذه اللحظات سالم بن حمد بن دري الفلاحي من تأتينا على خامس المركز حماسية جميلة حماسية متميزة وقدرنا الالف وخمسمائة متر عن نهاية هذا الشوط هو الصدارة مع هدادة مع هدادة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط هدادة المنطلقة في هذه اللحظات هنا زايد بن مصور بن غانم سيد الخيارين من تأتي على الصدارة على المقدمة وصلت صوغة وصلت صوغة صوغة القادمة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي هنا من يأتينا بصوغة في هذه اللحظات هو الضبي من الجانب الآخر الضبي الضبي هنا قل منطلقة خليفة بن علي بن حمد العطية ووصل هنا أيضا القادمة الضبي هنا في هذه اللحظات لم طوع بن علي بن سلطان بن اهلال السبوسي من يأتينا على المركز الرابع يسلام التحديات التحديات جميلة جميلة وهنا الهد وصوغة والضبية يسلام ولكن صوغة 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 ينطلق بهذا الشعار الشعار المميز شعار بن دري يا مصالة وجالة أيضا وسجل أعرف المنذهب ها هو ينطلق مع صوغة على الصدارة صوغة على المقدمة على المركز الأول سالم بن حمد بن دري الفلاح على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشعار ينطلق بالمقدمة بالمركز الأول سلام زاخر سلام سلام وتحية واحترام تهانين تهانين السالم بن حمد بن دري الفلاحي على هذا الأداء تهانين والنموس على هذا الفوز المبيض وضيفه إنجاز إلى إنجازاتها تهانين والنموس على هذا الفوز المبيض السالم بن حمد بن دري الفلاحي المرقز الثاني وصلت هدادة سيد المصور بغان مرسيف الخيارين بينما المركز الثاني الضبي خليفة بن علي بن حمد العطية المركز الرابع جدنا هنا الزيبا لعبدالله بن محمد بن جبر هنا أيضا بن جبعة بن معضد بن جبر مناتين المهيري وفي المركز الخامس مشاهدين الكرام هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل نعود إلى التوقيت الزمني في هذا الأداء المميز الجميل وكان انطلاقنا أيضا مميز لهنا صغة منساغة أحرف مذهب باسمها بانتزاعها لمجريات شوطة الختام تهانين ونموس على هذا الأداء الجميل على هذه التحديات هنا لسالم بن حمد بن جري الهلاحي والتوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية وجزء واحد يتيما من الثانية توقيت الزمني بينما المركز الثاني كان من نصيب حدادة من وصلت في المركز الثاني زايد بن منصور بن غان مارسيف الخيارين بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي قاطعة المسافة في 12 دقيقة 50 ثانية تسعى من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني أما المركز الثالث كان من نصيب هناك أيضا ضبيا خليفة بن حمد خليفة بن علي بن حمد العطية مع أيضا حسن بن محمد السعاق بثلتة دقيقة 54 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية وكانت ذيبة في المركز الثالث لعبد الله بن محمد بن جمع بمعظة بن جبر لمحيري وفي المركز الخامس كانت الساعة هناك لنواف بن محمد بن حمد الرزق العجمي تحانينا ونموس لجميع الفائزين شكرا لزميل فائز بن غفان مشاهدين متابعين الكرام هنا أيضا لحظات الختام مع شواطنا لهذه الفترة الصباحية 14 شوطن دارت رحاها بانطلاقاتي ومنافساتي سن الكبار أتت البداية لتأتي المسك مع أولي أشواط هذا الصباح لعامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري مسجلة توقيت زمني وقدرة 13 دقيقة وثانية واحدة وأيضا تهانينا ونموس لعلى هذا الفوز وأتى شديد لينتزع أولي أشواط الزمول نهني مالك عبيد بن عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري على أيضا من انتزاع شديد أول أشواط الزمول 13 دقيقة وثمنتعشر ثانية وجلز واحد من الثانية بقيت أيضا نتائجنا متابعين الكرام للأسماء الفائزة في هذه الفترة الصباحية ليأتي أيضا الصحب بمزنة ليسجل أفضل توقيت في انطلاقات هذا الصباح في شوطنا التاسع هنا مزنة أيضا لسلطان بن محمد بن مطر بن مخان الكتبي مسجلة التوقيت الأفضل 12 دقيقة 38 ثانية وسبعا من الأجزاء تهانينا والنموس لجميع الفائزين إذن متابعين الكرام وصلنا إلى الختام نشكر أيضا الكادر الفني لقناة الريام في الأخراج أحمد السادة ومحمد فيضي شكر أيضا للزملاء الذين تواصلوا معكم بالوصف والتعليق إلى الملتقى بإذن الله تعالى في انطلاقات المساء 12 شوطا سوف تكون حاملة بالندية والإثارة أيضا شواط قدمت لها جوائز السيارات في تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى من بعد ظهر هذا اليوم نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في أيضا انطلاقات المساء ومنافسات سن الكبار إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة